بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين أمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين أعلموا أن فيكم رسول الله لو طيعكم في كثير من الأمر لعندتم ولكن الله حبّب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكرّه إليكم القفر والفسوق والعسيان أولئك هم الراشدون وبعد الحمد لله الذي أحمده حمداً يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه وسعة عرشه ومنه وفضله وكرمه وأصلي وأسلم على أول خلق الله وخير خلق الله سيدنا محمد بن عبد الله اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجكم بين الشريعة والقانون هذا البرنامج الذي نضع فيه حد فاصل لأولئك الذين يشككون فيما نحكم به من قوانين أو يحرمون علينا ما نتعامل به على مدار أقصر تقريباً من 14 حلقة أو 16 حلقة تناولنا مسائل كثيرة جداً أسأل الله إنه قل ما لميته ولو معلومة بسيطة تنفعنا في الآخرة والدنيا بس أبل مبدأ البرنامج يعني عايز أوجه تهنئة لابنتي نوران إنه حبيبتي كل سنة وأنت طيبة ويعيد ميلاد سعيد عليك وعلى أخواتك وعلى الدنيا كلها عشان خطرك كل سنة طيبة حد حلقة اليوم أعزائي المشاهدين حلقة كان لابد من تناولها لأن في قيمة في المجتمعات أو قيمة عرفية بتتم في بعض المجتمعات وبخصة في صعيد مصر الناس الأصلة الناس الجد إنه أحيانا بتدركوا مشاكلهم فيما يسمى بالمصالحات العرفية ناس أفاضل بيكونوا الجان الجان تصالح بيعدوا تناول المشكلة بيصدروا في الآخر حكم حكمه أقرب فعلا للواقع وأقرب لما تم لأن القصة ما فيش حد يعني بيلعب على حد فيها لأن الناس كلها عارفين بعضها وده عارف ده وعارف ده وعارف حقيقة الواقع اللي تمت فلذلك بيصيب فعلا كبد الحقيقة يعني أعتقد أنه أفضل مثال يطبق للقاعدة اللي تكلمت حضرتك على كثيرا قبل ذلك أن ليس كلها عدل حق إنما كل حق عدل لأنه بيعت الحق ومعانا أول تصالح لفندي متفضلي سلام عليكم السلام أهلا وسهلا إزاي حضرتك يا فضيلة الدكتور تفضلي يا حياتي فضيلة أزا أمل تحت أمرك تفضلي الله يكرمك أنا كنت تكلمت من حضرتك في الحلقة الأسبوع الماضي لكن يعني قصرة الاتصالات الخط فصل آه تذكرت تفضلي يا أسازي أنا اللي كنت تكلمت حضرتك بخصوص إذن عمي اللي هو إحنا من السعيد أيوة 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 كمل يا بنتي بقى القصة يعني إحنا في شؤل لأن الحلقة دي يمكن نهضة معمولة خصيصا عشان القصة بتاعت حضرتك دي الله يكرمك إيه اللي تم يعني إحنا انتهينا إن حصل التصالح والناس خلت فلوس و خمسونة ألف جنيه و خده الدم يعني تمام إيه اللي بعد كده يا أمالي وبعد كده حضرتك بعد أكثر من سنة هو بيستعد إن هو يسافر واشترى فيزا وكده إن هو سافر يعني بيسعى لتوسعة الرزق وكده حضرتك عارف نعم بيتم بيتم ترصده وبيقتلوا مع صبق الإصرار والترصد أتلوا 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 بعد ما تم الصلح وخدوا الدية أيوة حضرتك بعد سنة بعد سنة سنة كاملة وترصدلوا وقتلوا وخديتوا دم مجلس عرف وكاملة كله وقابض وكلام كله دم نعم وبعد حلفهم على كتاب الله إن ماكيش خصومة سقرية وإن لا يوجد شيء وإن إحنا اصطلحنا وتبرئة ساحته وأكتر من كده خلاص لا إحنا لنا عندكم ولا إنتوا ليكم عندنا لكن بيتم ده كده يا بنت هذا يعني الراجل ده اللي أخلي بالأمر ده إحنا بيقول الحلقة النهاردة اللي جان التصالح العرفية بين الشارع والقانون يعني بيضرب تلك اللي جان اللي احنا عاديين نشكر فيها بيقول لجان طيبة وبتحل مشاكل وبتخلص وتوصيب كابدة الحقيقة بيضربها في مقتل يعني كده هتفقد مصدقاتها أمام الناس بالضبط كده بالضبط وده اللي حصل يا فضيلة الدكتور إن يعني ده مش كده وبس يعني مش القتل وبس لا ده تهديد بالسلاح وتعمل لهم محضر بالفعل يعني أنا عايز يعني عايز أوضح بس قبل ما نتطرك عشان نوضح نقطة اللي جان العرفية لها قيمتها ولها ولها أثارة طيب وبإن شاء لكن هو اللي أخل هو اللي أخل بما تم الاتفاق عليه فالعفي هو مش في اللي جان لناس أفاضل وعلى راسنا من فوق اتفضلي فاندي بالضبط كده هو هو أخل زي ما حضرتك قلت يعني أتقابض عليه والكلام ده كله وتحاكم ولا لسه القصة ماشي زي لسه في المحكمة حضرتك والعيلة اللي هي العيلة اللي إحنا فيه بيننا وبينهم دلوقتي إن هم قتلوا مننا تمام مش اكتفوا بالقتل وبس لا ده حمل سلاح وبيتعرضوا لعيلتي بالسلاح لدرجة إن إحنا يعني إحنا مكتفيين بإن إحنا عايزين حقنا القانوني الله يرض عليك القانوني والشريعي يعني الشريعي الشريعي وطبيق القانون يعني يعني يا أمل ما تقدماش بشاكوى عن ناس التي تتحملت إحنا خلاص يا بنتي في دولة تانية ما خلاص العصرة انتهى يعني عصر عزة حنفي وعصر الناس دي خلص يعني في دولة قانون دولة فيها جيش وفيها شرطة فالكلام ده ليه ما نبلغش وليه نقول الناس دي بتتربس وقا وكلام لكله خلص القصة حضرتك إحنا بلغنا وتم بالفعل بالفعل من غير ما نبلغ دم بالفعل البلد البلد اسمها رئيس المباحث عمل لهم محضر حاملة أسلحة مليوة أكيد هيعمل أكثر من كده يعني آه آه يعني فعلا هو تحولوا لنيابة وخرجوا من صراي النيابة ومعاهم الأسلحة بتاعتهم والأسلحة بتاعتهم متحرزت يعني أنت ما قتلتش فقط لأ ده أنت يعني عايز إيه أكتر من كده عايز أن إحنا يعني تضعنا تحت ضغط معين أن إحنا نرد عليك إحنا مش هنرد إحنا شايفين أن إحنا معنا الحق يبقى نرد عليك ليه ونضيع حقنا هو ده اللي إحنا بنطالب به ده غير إنه هو باني بيت على الزراعة والبيت ده كله حاجات مفتاحة شنايش وحاجات مفتاحة يطلع بيها منها بندقية ولا يطلع منها حاجة إحنا مش عايزين نتجر يا أمل إحنا بفضل لدينا شرطة قوية وناس شرفاء وناس بتضحح من أجل بلدنا لا يا بنت يحدي يروح يبلغ ويوديه الكلام ده كله أحمد بمالك عامل يعني ضبط وعامل ربنا يحفظه ربنا يحفظه ربنا يحفظه ربنا يحفظه بس هو هيعمل إيه هو هيعمل أكتر من كده إيه يعني النهاردة الناس لازم تساعد برضه يا أمل ونشوف الدقيق فين وانا أسف تعبير ونورشي دعنا أولوك الناس ده جريمة يا بنتي نتصل علشان نساعد ونقول إحنا مش عايزين نتجر السلسال ده ده والله يا بنت نكتر ألف خيرك ورغم أنتو ساعدة والكلام ده كله يعني أشكرك يا أمل شوف يا أخوانا يعني الحلقة النهاردة بنتكلم على لجان التصالح العرفي ولسه بنشكر في أهلنا في الصعيد على تلك اللجان العظيمة اللي بتحل مشاكل وبتنهي عزماء من عزماء الناس بيحضروها ويضحوا بوقتهم وبمالهم والله بمالهم أماكنهم وبيدخلوا نفسهم في أمور يعني هم في غين عنها ويأتي يعني شخص زي ده معدوم المسئولية ومعدوم الضمير وكلام ده ويخل بهذا الأمر إذن الحلقة النهاردة أصابت برضه كبد الموضوع النهاردة يعني النهاردة اللي جان التصالح دي بين الشريعة والقانون عشان نرد على الناس اللي بتقولك القانون إيه يعني لا ده احنا بيتحكم بقانون وقانون فاضل ومنبسق من شريعتنا الإسلامية النهاردة اللي جان التصالح يعني ما هو إلا عقد يتم ما بين المتخاصمين سواء في شق جنائي أو شق مدني قصة لجان التصالح في الشريعة لها أثر يقل لزينا أمانوا أوفوا بالعقود وفي أي أخوار أوفوا بالعهود وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا لهدم الكعب عند الله أهون من أن تقتل نفس بغير حق معنا الأستاذ حسن ونكامل مع حضرتكم الشرقية تودوس حسن ماشي ألو اتفضل أيها حسن سلام عليكم سلام وطلار كاته إحنا لنا حكم يا باشا لابنتي مالو لنا حكم بأزال منقلات قيمة منقلات آه وبعدين حسن قيمة منقلات فطبعا الخسم اللي إحنا شكينه عمه بمركز أولاد سقر الزوج يعني بيعمل إيه؟ بيعمل إيه؟ مركز أولاد سقر شرقية مالو مالو آه مركز أولاد سقر مالو كل ما ييجي إيجي تنفيذ أحكام مرة فطبعا اتصل به وطفاشه آه فإحنا مش عارفين نوصل لحاله دي عائلة عندها عشرين سنة نحاول أخي الله والله عائلة عندها عشرين سنة وطبعا أهله والمركز الاسم اللي إحنا تابعين ليه؟ نصه من البنى منصور وإنت يا حسن وإنت يا حسن برضو جوي ساوي عنده عشرين سنة ليه يا حسن يعني الدنيا برضو يعني الزمان ده عدد يا حسن تبناء ملئية باشا يعني إحنا بنقول للأرياض عندنا ما تقول التستير وما التستير الزمان ديابني خلص خلص يا حسن خلاص بناتنا ما تبقاش عرضة لابنتها عندها عشرين سنة واتدمرت حياتها وعلى شواتنا منقلات بتجري وراها وهقولك هتعمل إيه؟ والله زحف في المحاكم بجالي سنتين وعلى ما وصل الاسم يا سيدي خلاص الزوج ده خد حكم جنائي بياخد حاجة اسمه رقم حصر حبس عشان ينفذ الحكم دوت هتستطيع ترفع تلغرفات لسيد وزير الداخلية وده إنسان فوق الاعترام ومحترم ومع الناس والغلابة هتقدر تروح مدرية الأمن عندك انت في الشرقية هتروح وعلى تنفيذ الأحكام في الأمن العامي ناكت تضي بياناته والأماكن اللي بتردد عليه وبإن شاء الله يجيبوه أدى أدى القصة حسن يعني هي عايزة شوية تسعي بس إن كانوا باقي بنزلوه أو حد بيقبر أو يعني كلهم جزاهم عام الله سبحانه وتعالى لأنه برضو بيهديروا حق بنتي مسكينة زي تد فيأخواننا يعني أدى لجان التصالح ما بين الشريعة والقانون أمر يعني يجب إن إحنا نقويه بل والله المشرع المصري برضو البرلمان المصري في مرحلة سابقة من كام سنة عمل حاجة اسماء لجان فضل منازعات يعني من السادة القضاء اللي تخرج معاش أو إلى ذلك بيعمل لجان فضل منازعات بس للأسف ما لهاش قوة السادة التنفيذي والله بتخلص بس هي بتبقى أحد شروط اللجوء للقضاء فعايزين نقول للمشرع خلي بالك اللي جان دي أصبحت يعني معوقة لقضاء الحقوق اللي جان فضل منازعات اللي لم تأخذ السيغة التنفيذية خلصت ما لهاش أي لازمة ومعانا تسلمون سهاج تفضل سلام عليكم يا باش عليكم سلام معك نبيل يا باش مين نبيل من سواء أيوة نبيل تفضل معايا باش جماعة واحدة في أملاك الدولة مدير أملاك الدولة وبقى كده نصب عليها في حتة أرض في أملاك الدولة مين يا نبيل نصب عليك في أملاك الدولة مين ده حاتم فرض مدير أملاك الدولة يعني حاجة اسمها مدير أملاك الدولة في المحافظة عندك في المحافظة في المركز خلي بالك الكلام ده على مسؤولتك انت بتكلم عن راجل ما نعرفش عنه بقى احنا مجرد مجرد مرايا بتعكس كلامك اتفضل اتفضل نبيل شوف يا نبيل شوف يا نبيل بص عشان بس الموضوع بقى فيه حاسية شوية يا حبيبي احنا تحت امرك في كل الاحوال الرقم اللي على الشاشة اللي عندك اللي اخر تسعمية واحد وعشرين اكلمنا عليه وعلى الواتس وخطيلي كل المساند دي ولو هي قصة فساد مش هنسكت هنساعد على قد ما نقدر لكن خلي بالك برضو كن ايه احنا لسا كنا بنقول ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ده اول ايات يعني سبحان الله برضو عشان من شهرش بحد ويطلع كلام مش مظبوط فاتصل بيه لو انت صعب حق يكلمنا على الرقم الاخر تسعمية واحد وعشرين ان شاء الله نحله فالأدف اخواننا ده لجان فضل منازعات اللجان بتقعد خلاص الناس بتقعد لها اثر قانوني نعم لها اثر قانوني في المجال المدني لها اثر قانوني صرف لان القانون مدني النهاردة في احد ما وده مش اتذكر رقم كام اتكلم عن الصلح بين الطرفين قال ان الصلح عقد بيتم بين الطرفين كل طرف بيسيب جزء من حقه وبنخش امام عدل القضاء المدني بنقدم التصالح بنطلب احيانا نجعله بنلحقه بمحضر الجلسة وبنجعله في قوة السان التنفيذي ده بيحصل وبيمشي بيحصل ما بين الازواج ان برضو فيه ناس طيبين بتخشوا بيعملوا حاجة اسمع عقد اتفاق بين الزوج والزوجة الرجل بيفرض على نفسه اللي يديه لولاده وبتساوي بيدخل محكمة الاسرة بياخد حكم بما فرضوا على نفسه فكلام طيب جدا وبينهي وبيرفع عبء وثقل عن المحاكم كبير جدا يعني السادة القضاء مش فضيين والله ان يخششوا للواقع المرير ده يعني عايزينوا بيحاسوا يكتبوا احكام يجددوا في قضاءنا يقولوا كلام لكن للأسف قضايا كتير جدا ونموذج واحد ومشاكل واحدة ودينة هي هي فهيعمل ايه بالمتين والتلتمة قضية ورغمت قضية وفي جنح قصة فإن يجل أخ بتاع السعيد ده ويتصالح ويعود يحلف على كتاب الله اللي بإذن الله هيحرقك يوم القيامة وتخوني الخيانة دي وتروح تقتل ده معرفش كم وزر انت شيلت ولا كم كبير وكتبنا على بني إسرائيل أنه ومن قتل نفسا بغير نفس فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ده القتل لعقوبة عند الله شديدة نرجو هنم لأنه هو الخالق هو اللي يملك ينزعه مش انت معانا سيد ايمين سيد علي منين سيد علي بص حضرتك فندم أنا كان عندي مشكلة مع ولاد عمي كان عندنا خطة أرض فجينا عملنا قاعد عرفي وحاجة اسمها تقسيم وتراضي وحضرتك اسم رضائية بالضبط يا فندم فحضرتك التقسيم والتراضي ده السوق الأصل ضاع فأنا عندي سورة ضوئية وهم راحوا عملوا صحة توقيع بالعقد الأساسي اللي معاهم واشتكوني وحضرتك مجعل صورة ضوئية فأنا راحت الاسم عملت لها زي إثبات حالة معذر فقد آه فقد آه أو بالضبط حتى ناثبت حالك فحضرتك دلوقتي أنا وقف القانون إيه بالنسبة للموضوع ده يعني 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 يا علي يا علي خلاصا نفاية الفضل انتو عملتوا اسم رضائية حررتوا لعقدي من نسختين نسخة أصل مع ساعتك وأصل معهم كده تمام بالضبط والأصل بتاعك ضاع الأصل بتاعك ضاع وهم خلقوا جاوب 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 على الاسألك عليه الأصل بتاعك ضاع هم اتخذوا أي إجراء بعقدهم الأصل بالضبط اتخذوا آه بالضبط عملوا إيه صحة توقيع عملوا صحة توقيع ورفعوا قضية علي بالعهد الأساسي اللي هو الأم الأساسي ليه العهد الأساسي ده كان مفروض والدنا وعملي هم اشتروا بس والدنا كتب العهد باسم أخوك كبير عشان كانوا أخوات طب رفعوا بالعهد الأساسي عايزين منك إيه يعني يعني ما هو أنا دلوقت حضرتك آه بعد ما أخذت الصورة بتاعت العهد والطراضي ده أنا رحت بايع الأرض بالنيابة عن أخواتي اشتريت منه ومع بلت صحة توقيع ورحت بايع هم مما أعرفوا إن أنا بيعت فرعوا ورافعين علي قضية قضية إيه بقى قضية إيه عرفع علي قضية إن أنا استلاع على أملاك الغير بيعتي ملك الغير يعني أملاك الغير لا 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 سبك منه سبك منه ده اسمعي علي اسمك اسمعني يا ابني ده كلام فارغ برضه وفساد الزمم اللي بقى مال الدنيا كلها آه والله يا ابني ما أعمل إيه ما علش ما هو يا ابني ما هو يحمد ما كل شوية إيه ده المهم شوفي يا علي خلاص هما طالما لجأوا لجأوا بأصل العقد الإسمة اللي موجود اللي عملوه للمحكمة يبقى خلاص ده إقرار بالصورة الضوئية تقدر إنت يا ابني ترفع دعوة اسمع اعتبار الصورة دي أصل والاعتداد بيها في مواجهتهم يعني قضية تأخد بس يعني جايزة كلها الحجية لكن هما أكيد أجد قدموا للعقد في الأصل بتاعك في المحكمة على وجه حفظة أصل عقد كذا كذا خلاص بنقول الكلام ده يبقى أنت ببيعتش ملكي لغير كل قرائن بتقول أنت ببيعتش ملكي لغير ده كان بين عاد إسم ونفقات الأمر ده بل والله تقدر تقضيهم بإساءة استخدام حق التقالي وتطلبها تعويض طالما الزمن فسدت لهاشة الشكل يعني حقك مضمونة علي حقك بس يرتبها لك كده الترتيب يقول لي ساعتك عليه ده الأصل ثم هم أقدموه يبقى ده إقرار منهم الصورة تقدر تقدمها بالاعتداد بيها أو يعني في النهاية ما ببيعتش ملكي لغير ده في النهاية يعمل لك نصاب للأسف ف لذلك ربنا سبحانه وتعالي أخواننا قال لك يا أيها الذين أمانوا أوفوا بالعقود ده رجاء يعني بيقول لك أوفوا بالعقود وأوفوا بالعادي إن العادة كان مسؤولة هتسأل أمام ربنا عن الكلام ده التصالح العرفي أمام القضاء المدني بيبقى له مش قصة حجية يعني بيبقى مسموع أمام القضاء المدني لأن القضاء في النهاية الأطراف بتتصلح قدامه بيقدموا هذا العقد أو الكلامنا كله بيحطوه في حافظة مسادات ويطرقوا بقى الدعوة يلحقوه بمعضر الجلسة أمام القضاء الجنائي الأمر بيختلف شوي فيما يخص قضايا الدم أو التصالح في أي أمر في الجنح على إطلاقها الضرب الجرح مش عارف السب القذف التصالح له أثر بين التصالح خلاص القضاء الجنائي في الجنح خلاص بيقضي بإنقضاء الدعوة الجنائية بالتصالح لكن الأمر بيعلى شوية في الجنيات كل ده كل ده يا زعمال حبيبك وحبيبك كله حبيب برنامج الأستاذ أحمال الجندي آه والله تفضل زعمال التصالح زعمال تفضل ألو أو حسنت فمنتظرك يا أحم فالأمر أمام القضاء الجنائي خلاص لأن القضاء الجنائي أمامه جناية أتل روح أزهقت تم تحقيقها إذا حدث أمام الأفراد نوع من اللجان العرفية وخدوا الدم والكلام ده كله وشوفنا المنظر الطيب الجمال فيه برضو بيبقى تحت إشراف شرطتنا المصرية وبيخشوا وعايزين يهدوا الدنيا يهدوا قصة موضوع السقر أمر سقيم يا أخوان السقر نعم ولكم في القصاص حيات يقولي الألباب أيوة بس مش القصاص بيدك أنت لأن احنا مش في غابة القصاص بيد ولي الأمر اللي هو أعطاه لشرطة ونيابة ومحاكم وقضاء عادل فالقصة كلها مش بإيدك قتلت وكأنك قتلت نفسي بغير حق لأن فيه من يأخذ هذا الحق فيه من يأخذ هذا السقر لك وللمجتمع فإذا ما تم هذا التصالح أمام اللي جانع عرفية بيبقى له أثر أمام القضي الجنائي بيبقى له أثر لأن برضو قانوننا قانون العقوبات المصري فيه مادة اسمها مادة 17 مادة 17 بتجيز للقاضي أنه ينزل بالعقوبة درجة أو درجتين يعني لو هي إعدام ينزلها مثلا أشغال شقة مؤبدة أو ينزل لسجن أو أو لو غير كده بينزل يعني بتجيز له فوق هذا التصالح بقى له أثر أو يوخ في العقوبة معالسة زحمة من البحيرة فضل زحمة أسماء سبت نتشار حضرتك أنا متجوز واحدة عندها سبنها 15 سنة عندها إيه؟ 15 سنة آه وبعدين؟ وبعدين بعد ما تجوزتها تجوزتها رسمي لأ طبعا تجوزتها عرفي آه آه فرح آه المشكلة إن أنا عندها تبول لأرادي هي؟ وعندها وفيه تبول لأرادي آه مش عايلة يا أحمد رايح تجوز بنت عندها 15 سنة طفلة في الإعدادي فضل يا أحمد بعد كده مش مستشار عندها وحصل مشاكل تمام؟ وحاولت لأعليكها بترفض العلاج ولجيتها بتتعمل برشام مع الحمل تاب أنت عايز إيه يا أحمد؟ عاوز أن أنا بنفضل بطلقها تم تملك أمرك بنفضل حاولت نقعد مع باباها في الشرع ورفض بقول لديني الجيمة الدين إيه؟ فلوس الدين الجيمة اللي أنت مضى عليها فلوس ما هي ابني واستحالة العشرة إحنا نتكلم في طلاق أولا أنت تزوجت طفلة عندها 15 سنة يعني دي جريمة بحد ذات أبام ربنا قبل أي حاجة لإنه خلاص الزمن تغير والطبيعة تغيرت وهرمونات البنات تغيرت قصة غير القصة خلاص يعني ده موضوع 15 سنة ده حرام ده طفلة بتقولي بتتباول تباول لا إرادي يعني هتلاقى بامبرت بقى فالنهار ده أنت تملك أمرك يعني خلاص لأنها أكيد بنت صغيرة يعني يا ولده اتفاجأت بقصة الجواز ومش عايزة تحمل في التوقيت ده لكن الأمر خلاص بنتعامل مع واقع أنت تملك أمرك طلقه يعني لو أمر فيه استحالة بالشكل ده وأعتقد أن فيه استحالة وأخي وديها حقوي أخي يكرمها والله يا ربني يكرمك جزاء اللي حصلها ده والله ليس محبوها اللي جاوزها لك ولا تكون سمعني جاوز عائلة خمشار سنة يا بني آدم والله يا أخواني أنا بصراحة الأمر يعني غصب عنه والله بجد والله باعتبرها بنتي طفلة خمشار سنة يعني إيه يعني إيه يا أحمد إعدادي آه يعني إيه ده ولو كانت أنت بنتك أنت يا عم أحمد كنت جاوزتها خمشار سنة وبعقد باللي بسميه عرفي عشان إيه يعني خلاص زنقت الجواز حبك طفلة خمشار سنة وبتتابعها بتقول إرادة لا إرادة يعني أنا عربيت ماشي طبيعي عيلة فربنا سمح الطرفين وربنا ينتئي من أبوها اللي عملت فأكده فاللي جانب العرفي يا أخواننا أمر طيب يا سيد محمد الطيب بتفضل زمحمد معنا تتصلوا سيد محمد الطيب ده معليكم يا سيد مستشار اتفضل وعليكم السلام يا حبيب اتفضل حضرتك أنا سنة حضرتك من الاتصال اللي فات قبل كده برضك على قاعدة عصية في المراس وعقد الاسمة وبعد كده قالوا ده العقد الاسمة بعد ثلاث سنين عشان يكبرونا برضك على إن هم يبتلوا عقد الاسمة وياخدوا مننا فلوس بالعافية يا حضرتك ليه بقى مش اتفقتوا هو عايز يبتلوا ليه اتفقنا حضرتك على عقد الاسمة وعملنا عقدة غرفية وخدوا ورق اسمة حضرتك يا معاك ماشي معاك سامعك ايه المشكلة يا اللي حسبها كده يا محمد ايه المشكلة اللي حصلت بعد حضرتك السادت المستشار خدوا حكم بايه بعد كده حضرتك عملوا قضية من ورانا ايو بايه نوع القضية ايه نوع القضية ان احنا مضيناهم بالتعديد والاقراء حضرتك بعد قد ايه بعد كم سنة يعني ولا بعد فترة ولا تاني يوم بعد ثلاث سنين لا 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 ده امر فيه كيدية ده لا لا لان خلاص وعقد الاسمة عقد الاسمة اعتقد خلاص انه بيصير نهائي تقريبا بعد سنة او ثلاث سنين من تحريره بيبقى نهائي بين الاطراف حشان الوضاع تستقر فلا فيه يا ابني فيه حاجة اسمها تراخي كده في الابلاغ يعني انت ثلاث سنين جايف تفتكر وانتظر وشربوك حاجة صفرة واا واكرهوك ما فيش الكلام ده يا محمد اه ما فيش الكلام ده يا ابني بعد ثلاث سنين جايف تفتكر ولو فيه شهود هاتي شهود ودعمنا أخوانا أضمنه تلك العقود شروط جزائية شكرا محمد آه والله يا أخوانا ده من فساد زمن في مجتمعنا وبنرجع وبنرجع نشتكي وبنرجع نشتكي الفقر وبنشتكي الدي وإحنا اللي بنعمل في نفسنا كده لازم يا أخوانا بنقولي بقى عندنا وعي بالقانون يعني أكرر والله شكري لقناة الصح والجمال وساد رئيس القناة وإخوانا المعدين الزعمد سعد والإخوة الطيبين إن فيهم والله مجال بنحاول والله يعني جايز كلنا والله كافير برنامج بنحاول نوصل معلومة للناس جايز تطلع معلومة تنقص نفسك فيها أو أسرة في أي مجال بنتكلم فيه فالنهارده يبقى لازمي عندك خلفية بالقانون وإنت بتكتب عقد أواعي إنت بتكتب إيه أو بتقول إيه الكلام ده كله لأنه بيبقى له أثر يعني خلي توقعك عزيز جدا وإنت بتوقع وإخوانا ويمشوا دايما بالبصمة لأنه برضو للأسف يقول لك بيطلعوا قلم صيني بعد أسبوعين أو اللي بتاع الحبر يطير إيه يعني قصة نصب جديدة فالبصمة دي أفضل حاجة بصمه بس خلي بالك وإنت بتبصم أو أمر يعني جاء ما تبقاش يعني إيه تعوص إيده حبر قوي يعني عشان ما تتنصش البصمة يعني تبقى بصمة خفاكة تباين بصمات سبع إيده ده أفضل شيء في التعامل حتى الشرع قرر النهاردة خلاص ساب قصة التوقعات دي بيبصم باللجان حتى لو مين قدامه بيبصم فالشيء الجميل في اللجان العرفية اللي هي في الصعيد أو في أي مكان إن يأتي شخص زي ده أخلي بالعهد خان الراجل فاضل والأخت أملك بتتصل بتقولك مش عايزين دم تم قطر ألف خيرهم والله معالي أستاذ يونس اتفاضل أستاذ يونس أه أستاذ من الخجار اتفضل لو سمعت حضرتك أنا عندي جوز أختي في مشكلة بينهم عائلية أنت مني بتتكلم مني يا يونس أنا بتكلمك من أسيوت أسيوت آه تفضل ماشي عندي جوز أختي يعني هو عايز بأسيوم مشكلة بينهم وعايز تطلعها ليه يا ابني? طبعا احنا رفعنا عليه رفعنا عملنا آآ في محكمة العسرة آآ فهو أقوم شوية يضرب نفسه ماشي وروح يشتكينها آآ ماشي طب احنا ادراك تنعمل ايه يعني من كل شوية يضرب نفسه وروح يشتكينها ده اللي ربنا قدره عليه يعني آآ يروح يضرب نفسه يعمل لأنا محضر يعمل لأخويا محضر عشان ايه يا يونس اشتكتوب ايه ايه اشتكتوب ايه يعني رفعته دعوة طلع ولا خلع ولا نفع العيمة بتاعيصها اللي مكتوبة ماشي والمؤخر اللي في الأسيمة الشيء الطبيعي يعني آآ آآ ماشي فهو رح ضرب نفسه ماشي ورح يشتكينها أنا وابويا طيب بص يا ابني طيب أنا آآ انت عايز الرد بقى على المحاضر الكيدية اللي بتعمل دي دلوقتي لان الكيدية خلاص يونس بينا فانت تقدر ترفع عليه دعوة اسمها دعوة منع تعرض دعوة منع تعرض وكل امور دي امور كيدية طيب هو برضه يروح يعور نفسه خلاص مع فاساس الزيمة ما يعور نفسه وشعب ايه ويروح يعمل كشف طب بقصة المعروفة ويجر جر ناس في محاكم وإسام فالقصة النهاردة خلاص هو اتنص عليك او عامل كلمة كله خلاص لا اكمل معاه جنحة الضرب لو عاملت ضده جنحة الضرب وعفوا والكيدية طبعا واضحة ان فيه مشاكل بيننا والمحاضر السابقة اللي عاملها اكتب او دام القاضي النهار الدعوة ضده مدني الدعوة ضده مدني بيحاجة اسمها البلاغ الكاذب والسب والقذف في ذات المحضر بلما كان يحبسك تحبسه انت يعني عسى ان يكون راضع له والامر يخرج بتعويض بعد كده ده يجب يكون الامر كده يعني السيد الزميل المحامي اللي عندك في اسيوت يعمل الكلام ده مش تخشت بقضية ضرب وتترافع وتاخد براءه وخلاص وتسكت ويعمل التانية والتالت فلا اعمل كده يونس معاني الزحمة اتفضل منيني الزحمة اسيوت ان شاء الله اتفضل وزحمة السلام عليكم عليكم السلام انا كان لها في قانون قرار مئة اربع واربعين لموازنة تابعة ملاك الدولة ايه مئة اربع واربعين ده قرار مئة اربع واربعين تابعة ملاك الدولة قرار ولا قانون المهم ايه المشكلة ايه المشكلة المشكلة ان انا طبع من حفظ القرار ده اول كنت في الوصف بحساشة جدام اه اذا قانون التصالح يعني? لا التصالح لا سيابتك. قانون يعني التقنين للمباني. انت مشكلتك ايه? ما ده تصوصيص الاوضاع اه. انت حصل ايه دك على املك دولة? وبعدين عملت ايه? اه. انا باني وبعد يمكن عجل سنينة او وطلاش السنة فيها. عملت ايه? ده خدت قانون التصالح سيابتك. تمام. طبعا طبين مني في قانون التصالح طبعا اي ملكية تثبت. اه. فالقرار نزل 144 سيادة كان عاجز يقدم فيه للسيد المحافظ كل ما روح بالورد يرفضوه. يقول لسه مداش القانون لسه منزلش. ايو 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 يا احمد ما الموضوع بس سالي يابني فيه لجان التصالح اللي خلاص اتعملت وبانات التصالح في في قصة المباني وقصة وفي لجان اه موجودة في الاحياء وموجودة في اه في مراكز المدن والوحدات المحلية اللي يابني تقنون وضع اليد. ده ده موجود وما زال ساري يحمد. ايو سيادة ما قلت لسيادة جابني كده وكلام سيادة كده مرة. تم تروح قدم طلب يعني روح قدم طلب وسلمه وبرق زمتك قول انا وضع يدي على على ارض قد كده او مكان قد كده وعايز اقن الوضع عليه. ده الى زي اللحظة ما زال ساري. ايو بكت بسيادتك طلبات كتير سيادة محافظ. المحافظ ماله يحمد. المحافظ ماله. انت انت مركز ايه? في اسيوت. اسيوت قد ترونك. تبع مركز ايه ديروت ولا ايه? اسيوت. 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 هتروح الوحدة المحلية او المركز مجلس المدينة. هتقدم طلب تقول لهم يا اخوانا انا عايز اقنن وضع يدي على المكان الفلاني كزا كزا. قطرة ارض قد كده وتقدمه في خدمة المواطنين. بياخد منك الطلب بيسجله وبيبحثه. وبينزل بعد كده عاين وبيقيم هتبقى تماما قد ايه? وبيعملك عقد. الموضوع بسيط جدا. لكن انت بتراح المحافظ لايه? المحافظ ماله ماله مالكز دي. محافظ بيمضي في الاخر يعني. فانت بس شطر وروح بس وخلص. ويتنتهي. الموضوع سهل خالص يعني. اللهم لو كان في الامر بقى فيه سرع ما نعرفهاش. فالجانة التصالع اخواننا اللي موجودة في اي مكان وبس بخصة في قضايا الدم اللي موجودة في الصعيد. والله انا يعني كرجل شغال في حق القانون. يعني والله اهد بالمشارع المصري. وبالذات في دور الامعقاد اللي موجودة النهاردة. عايزين نقنن القصة دي. معالس محمد شكرا. السلام عليكم. عليكم سلام. انتفاضل يا حبيبي. انا محمد نظرا التحامى من كفر الجنينة. تعمل عنا بردة قحلية. اتفاضل عاليا. كافر ايه? اه طفل جنينة بردة قحلية. طيب ده قحلية اتفاضل يا حبيبي.. ايه يا احنان? اعمال كده معانا باش عز عرض عليك. الا اه؟ في مشكلة معani اا اا عازل عرض عليك. اتفاضل يا حبيبي اية المشكلة؟ المشكلة ان كنت عاتل واحد واكل اة واتلو عشرين الف جنيه شغل هم فجدت اا اكلهم منه. قال لي مش ااا ما تدهمنيش و ايه و رفعها دي جدا تدخل مناسك كبيرة في الموضوع ان هم ايه ما ما صدقوش معاي. يعني كان واخد منك عشر. يا احمد يا محمد. كان واخد منك عشرين الف جنيه وبعدين. بقصال. و بعدين جد اخدت عليه اصال. و اصلا اما انا اخدته عليه. طيب و عملت بالاصال ايه شاشيته? المحامي اللي هو معايا صفع جنح واخد براه في الاشيه. في الاصال. ليه بقى? اه. وقال ان يا امده مش يمدته. جيت تقرير الخبير اه. قال ان يا امده اندته بس القضي اللي موجود حاليا في مركز اه في محكم التالخة يدي براه فا الموضوع ده. لا ما يا احمد القضي لا 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 لا. دور محامي عمل ايه يا احمد يا محمد. المحامي بقول ان اللي اخدت براءة فانا جيت اكلم انا سبق سبق انا ممكن اقولك هو اخد براءة من كلمك دلوقت هتلاقيك كنت اواخد الاصالة على بياض لا الاصال مكتوب بلغة عربية وعربي وعربي وانجليزي مكتوب بعشرين الف ومتواقي عن مستقق حروف وارقام قصدك كنت اواخده على بياض وبعا كده حطت القيمة دي لا اتكتب نفس الوقت نفس اليوم اتكتب بالارقام وحروف ومدى عليه ومدى عليه طيب طيب كان مؤرخ مثلا الاصالة كنت حطت فيه تاريخ لا مش معروف تاريخ مكتوب اسمه والطرف التاني والشاهد وفي الاخد مدى عليه طيب يعني السلم من فلان عشان يسلم فلان وما ودلوش طيب هل الطرف التالي انا خدت الفلوس وانا ممكن يحصل كده يا احمد يا محمد اه والطرف التاني كان موجود وشاهد معانا في موضوع بس ما جد اطلب الفلوس ما سابقش معايا فرفعت الشيك فالمحامل الموجود حاليا قال لي القضية بدأت غالط انه ده بدأت غالط يا محمد في حبرين في الإصال من اعلى جيب لك كل حالات ممكن يقف براء انت بتقول ما حصلش يقف براء ليه برد فالخبير يعني هيعمل ليه برد يعني القصة فاي تقرير الخبير كيف سلحنة طيب خلاص يبقى ماشي قالك توقيعه 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 كروكن التسليم لان يا اخواننا في إصال الأمانة حاجة تانية يا محمد وانا اشترك بسرعة في حاجة تانية المحمد بقى اللي هو انا معايا حاليا قال لي ان العضية بدأت غالط كان مفروض تترفع مدني بس كده خلاص كده فأنت تترفع مدني حقق المدني بتشكلنا يا محمد حقق المدني ما زال موجود القصة بتاعت الإصال الأمانة يا اخواننا اللي بضايا حقوق خلي بالك ما تحطش تاريخ في إصال الأمانة حطت تاريخ في إصال الأمانة تاريخ تحريره بقى لازم ترفع الجنحة خلال ثلاث سنين ما تاخدش إصال على بياض هيطلع فارق ببين التوقيع والسلب فلو حصل هذا الفارق بنطعن بنقول سورية التسليم لو ظهرت سورية التسليم زي الأخي محمد أنور بيقب براءة لان جوهر إصال الأمانة التسليم محمود خاد عشان ندي أحمد سعد أحمد سعد موداش ما حصل ده اللي بيحصل فلو ثبت أمام عدل المحكمة إن فيه فرق زمني يبقى مجلس العقد ما تامش فيه كلام ده لأن ده جوهر إصال الأمان بالضبط كده فيابن هو اللي كتب وأكد فاهم أو كان بيأكل حقوق وربنا بقى على كل ظالم لكن المحكمة لا حكمها صحيح لكن ما ضاعش حقك هو ضاع الشق الجنائي تقدر تعمل دعوة مطالبة بالمبلغ ده توجه إنذار وخلال الخمساشر يوم تقول له أنا عايز فلوسي وبتاخد فلوسك حتى بالفويت لكن هو فقط تشقه الجنائي فمين أستاذ عصام من صواج تفضل سلام عليكم أهلا وسهلا تفضل حبيبي أنا عصام بتاع العزة طميني عصام ايه ما كلموكش لا لسه والله طب تابعني عصام كده يوم الثلاثة قبل الأجازة هقول لك أنا هناك وكلمني مسلا الساعة عشرة الصباح هكوني ناك بالتنظيم والدهار عندي قصة وهشوف لك القصة واصلت لقي يا حبيبي لكن بطمينك تاني إن قصتك خلاص بيدبره التمويل المال للدرجات المالية عصام معي أولا مشيت يبقى كلمني عصام بإذن الله الثلاثة الساعة عشرة كلمني فالمشارع المصري يا أخوانا عايزين لبرلماننا إن عايزين نتعامل مع الواقع الواقع النهاردة يا أخوانا في التصالح اللي بيتم يعني دي جزء الخلاف ما بين الشريعة والقانون إن القانون هذا ما بياخدش بحاجة ولي الدم لكن أنا يعني أرى أني ناخد بيها لأنه أتغلق أبواب كثيرة من أبواب الشر يعني إذا ولي الدم خلاص طرادة وخدية قتيله فعل أهل بأمر ملزم أمان المحكمة يعني في مخيلتي والله إن يحصل تعديل تشريع في القصة دي إن نشرع قصة اللي جاني العرفية إن يابا العامة الموقرة وهي بتتحقق قضية تحققها جنائيا كيفما ترى من شهود ومعينات ووكا لكل إذا تقدم الخصمين أمام النيابة بطلب التصالح يقدر يحولها للجاني العرفية أو يحولها مع كامل جنات لو ما اتفقوش ده تصور ومعنا أستاذ لبناء تفضلي أي السلام عليكم عليكم السلام حضرتك أنا عند وغبة حكم من سامة كده جاي من تبديد عفش يعني حكم تبديد عفش والي سنة والشرطة مش متحرك الخالف خالف يعني حضرتك يعني هم ليهم على خالف يا لبناء انت اسم ايه أو مركز ايه نعم انت تابع اسم ايه أو مركز ايه سكنة فين اه انا في الجيزة هنا يعني مركز الجيزة ولا اسم الجيزة لا تابع اسم شوفرس العجوزة يعني العجوزة اه طيب تمام تمام فحضرتك لا فيش هتطلع يا لبناء هتطلع يا لبناء على مدرية أمن الجيزة خلاص كده هتطلعي اسم اسمه اسم الأمن العام اللي هي وحدة تنفيذ الأحكام دولة في العباسية حضرتك في العباسية خلاص احنا هنبدأ يعني هنخبط على أول باب خلاص مكانش هنطلع وحدة تنفيذ الأحكام الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام في العباسية في كلية الشرطة القديمة ناسي ناتف فوق الاحترام بيقابلوك بس روحي معاك الحكم ومعاك سرط بطاقتك ومعاك عجد أصل خدي صورة نعم أصل الحكم يعني حضرتك خلاص كده وخدي شهادة كمان إن لمتمش فيه معارضة أو استئناف خلاص وبتطلع معلش معلش أيوة معلش حضرتك تنفيذ الأحكام تنفيذ الأحكام في العباسية من أسبوع قالولي ده قالولي إحنا المحامي عمل معارضة الجاكسة يوم تفعى ثلاثة طيب يبقى نجاح ولو محضرش يوم تفعى ثلاثة اتصل دينا تاني والله 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 ده حاجة جديدة أوه يعني يتصلوا وتكلموا والله ده احنا اتطورنا أوه خالص ما شاء الله يعني خلاص يبقى هم فعلا الناس لما انت اشتكيتي جابوا للراجل عشان كان حكم غيابي عشان ما يسخدش خلال ثلاث سنين و اجبرون مش اجبروه يعني يعمل معارضة خلاص هم نفزوا القانون فعملوا معارضة خلاص فخلاص هو كده خلاص بلق يدخل في اطار الحكم يبقى نهائي فكده خلاص نتابع وراه خلاص اتأيد الحكم بنروح لهم تاني اما يدخل للسناف خلاص ما عادش اما هو بقى الا التصالح او يخش يتحبس هي بس بتبع وقطر الف خيرهم وانه هم تبعوك وقالوك نعمل معارضة والجلسة قريبا مش بعيدة يعني فتبعها بردو بردو يا اخواننا ده يعني لوبنا وجوزة وتبديد عارفش تما احنا لو قعدنا بما يرضي ربنا وشوفنا المسائل تصل ايه ونقرب الحلول لبعض استحالت العشة نخلص ما استحالتش الامر برضو يمشي بالرضا ده في مساق غليز بين الزوج والزوجة ضيعناه اللي ربنا قال عليه ووص عليه مين اوز احمد؟ ايو اوز احمد فضلي ايو السلام عليكم عليكم السلام اه لو سمحت يا محمود لو سمحت يا ساتة المتشار اتفضلي ايو ام احمد انا عندي كنت واخد قرد من بنك الاسكان والتعمير تمام في سهاج اه والمفروض يخلص في ستة عالفين وتمنتاشر ستة عشين ايه في ستة عالفين وتمنتاشر شهر ستة عالفين وتمنتاشر وبعدين اه رحت اخد مخالصة قال لي لا ده القرد اه جات عليك اه فوايد من البنك المحتاجي عشان تعويم الجنيه وهيقعد معاك متمر الالفين واحد واشرين لا كلام ده مش مزبوط لا حضرتك ازاي مش مزبوط لا انت ترفع لهم دعوة دعوة اخد مخالصة للمعاش بتاعي خلاص انت هترفع ومزبوط ها ده كذا حال كذا عامين في البنك كده برج لا 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 البنوك لا 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 ما فيش كلام ده بص يا محمد حضرتك فهمت والله اتعايز ايه بصي ده اي قرد يا اخواننا بيتاخد من اي بنك اسمه عقد قرد اسمه عقد قرد برضو انت بتاخد اي قرد من البنك ما تفرحش اني بديك فلوس وشعبه بسهلك وكلام ده كله هما قابوا بيقول اهلا بالعمير وشعبه وبعد كاله بتطلعوا عنيك فانت النهاردة اما بتاخد زي الحركة اللي عملوها في ايام الكورونا قالك بنعفل الناس وشعب ايه والتضامن وكلام ده كله والناس فرحت وما سديدتش الفوائد وفجأة خد فوائد بالضعف والله والناس كما كانت تعرف فيعني امر فوق التصور بصراحة يعني فيعني بيحكم الامر يا محمد بينك وبين بنك الاسكان والتعمير عقد قرد هتقدري لو الرقم زاد كده يبقى تيبقى دي محكام ابتدائية او جوزية سيان الامر هترفع دعوة اسمه براءة زمة وهتقول انا خدت القرد في التاريخ الفلاني كان بالنسبة كذا انا مليش دعوة بقى الجنية تعاوم انا ملتزمة بعقد فبإذن الله يخضى لك ببراءة زمةك من هذا الدين ويبقى الحكم هو الشهادة اللي خدتها من البنك فالمشارع المصري يا أخواننا بإذن الله يجب يعني برضو ننظر الواقع نقنن تلك اللجان على المجال المدني اللي هي اللجان فضل منازعات اللي هي في اي دعاوة مع تخص الدولة أو تخص ما يقول دولة خصم بالذات الدولة أو الحكومة بقول لك روح اللجان فضل منازعات وبيحاول يوفق المنازعات برضو نظر مشارع اللجان بتشغل بقاضي بقاعد أو ساتم الشارع على المعاش بيكون موجود وبيقعد يسمع عادي وفي الآخر بيزور توصية التوصية للأسف ما بقاهاش أي أثر في التسليم في التنفيذ ستاشر تمنمية ستاشر خمسمية تمانية وعشرين برضو الاعداد مشكرين وشاكله السيد احمد سعد الراجل ده اللي هو باع طول في القصة دي أخواننا الراجل عبي يديكوا رقم اسمه ستاشر خمسمية تمانية وعشرين وانت قاعد في بيتك شكاوى مجلس الوزراء مجلس الوزراء والله ما شهادة ولا تعريض ولا من خلال شغل بيقابلوا الناس أحلموا قابلة وبيفحص شكواك فعلا وبيبعاتها للجهة فهو يأثر عليك هوة ستاشر خمسمية تمانية وعشرين تتصل وتسجل شكواك وبيتابعوه مع أي جهة وده بيحصل سيد احمد دوت بقولك صحيح فالمشارع المصري عايزين نبص الواقع عايزين يعني نوقف بحور الدم لأن تقريبا والله أعلم مفيش فايدة في اخواننا في الصعيد في قصة الطار والكلام بالتقريب ما فيش فايدة الصفحة أخواننا مزادت موجودة على الشاشة اللي من أراد أن يتواصل معنا لتكلم اللي عنده اقتراح والعنواننا موجود على الشاشة وأهلا بيك في أي وقت بأهل يعني بأي استفسار يعني أرجو من الله نكون يعني مساهم والله بقدر قليل في حل المشكلة أو الله حتى أفرج عنه حتى من باب الدردشة فبإذن الله إحنا يعني إخواننا في الصعيد ما يهمكوش واقعة الأخ اللي هو خان ونقد العهد في التصالح وروح يقتل الراجل بغير زنب والله إنت إلى جهنم وبئس المصير وعايز أقول لأبو القتيل محاميك في أسيوت في المكان أنت فيه يقاتل أمام عدل المحكمة أن يثبت الإصرار والترصد لأنها بتقليل حالة متوفرة وأي أمر والله لحقنا هذا الدم أنا مساعدة أجيلك أسيوت والمجتب مفتوح في أي وقت تشرفونه لنصر الحق لأن دي مينة المحامة دي مينة المحامة مينة الحريات المينة اللي بدافع عن المظلوم مش مينة أكل حقوق أو ضياح حقوق ف والله ده ابتغاء مرضات ربنا سبحانه وتعالى وربنا على كل يعني ظالم يعامله دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب ويقسم جلة قدرته وعزتي وجلالي لأنصر النكي ولو بعد حين الوقت يا أخواننا ما حضرتكو بيفوت بسرعة يعني أرجو من الله سبحانه وتعالى أن يكون يعني نفعكم بما سمعتم أرجو من الله سبحانه وتعالى أن يحفظ بلدنا من كل مكرون وسوء اللهم احفظ مصرنا رب من كل مكرون وسوء من أراد بي أخينا فوفق ومن أرد بي أشرا فاجعل كيدو في نهره واجعل تدبيره وتدميره رب العالمين وألقاكم على خير في الحلقة القادمة بإذن الله أستودعكم الله الذي لا تضعها دائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته